وقال محمد مهدي بن سعيد ناطق باسم وزير الشباب وثقافة والتواصل من الحكومة ومنذ قدومها تركز على سياسة الدعم لمحاولة إيقاف ارتفاع نسب التضخم وأضاف خلال برنامج خاص على قناتنا أن هذه السياسة هدفها منع ارتفاع أثمينة المواد الأساسية أكثر من اللازم هناك سياسات الدعم التي تساعد في تقليل الزيادة التي نشهدها الآن للعلم فإن التضخم هو عالمي التضخم في كل أنحاء العالم هناك نسب كبيرة جدا نتحدث عن ثمانية وعشر واثنى عشر في المئة في بعض البلدان اليوم ومنذ قدومنا نركز على سياسة الدعم لمحاولة إيقاف هذا التضخم هذا الأمر يمس بالنقل وقدمنا دعما للسائقين عندما نقول قطع النقل نقول أيضا ارتفاع المواد الأساسية التي يحتاجها المغاربة كغاز البطان والخضر ومن أثار هذا التضخم ارتفاع أثمان زيت الزيتون لذلك فسياسة الدعم هذه هدفها منع ارتفاع أثمينة هذه المواد أكثر من اللازم هذا الدعم يساعد على خفض الأسعار والأثمنة المطروحة الآن هي بفضل سياسة الدعم ترجمة نانسي قنقر